السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسنا جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن Adverbs of Frequency إذن ظروف التكرار التي تستخدم في زمن Present Simple المضارع البسيط أو الحاضر البسيط وكل ما يتعلق بها كيف نترجمها أين موقعها في الجملة وطريقة استخدامها في زمن المضارع البسيط تابع معايا نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات والملاحظات التي تتعلق بظروف التكرار في اللغة الإنجليزية إذن حديثنا عن Adverbs of Frequency إذن ظروف التكرار Frequency إذن Frequency تكرار الظروف هذه يعني كلمات التي تدل على هذا الزمن يعني زمن المضارع البسيط أو الأدلة كما نقول عدنا Always دائما يجبلي أو يجلي عادة Often غالبا أو نقول Often Sometimes أحيانا Hardly Ever يبالكاد يصرها الشيء هذا أو Rarely إذن أيضا نادرا Never لا أبدا طبعا نضع 100 90 70 يعني كم بالمئة يتكرر هذا الحدث لدينا Every Every كل مثلا Every day كل يوم Every week كل أسبوع Every month كل شهر وهكذا Every minute كل دقيقة على حسب الوقت Twice مرتين Once مرة From time to time يمن الحين للآخر إذن هذا الظروف التي تأتي بزمن المضارع البسيط أو الماضي البسيط أيضا تستخدم هذه الضمار إذن Always يوجه لي أو يوجه لي اللفظة الصحيحة Often يعني ننفض الت أو ما ننفضها الثنين صحيحة Often أو Often Sometimes Hardly Ever Rarely Never Every Twice Once From time to time إذن هالكلمات هذه نحفظها بصم نحاول نحفظها كتابة ولفظا وأتدرب على كتابتها والآن نتعلم أين موقع هذه الظروف في الجملة في زمن المضارع البسيط أولا تأتي هذه الظروف يعني هذه الكلمات ما عدا Every or twice once from time to time إذن فقط المجموعة الأولى من هذه الكلمات تأتي بعد فعل الكون لاحظ is نقول he is usually late أو usually إذن أول شيء بعد am is are تستخدم هذه المجموعة من الظروف بعدها مباشرة يالن نقول he usually is late هذا خطأ إذن بعد am is are نستخدم هذه الظروف وأيضا بعد was where يعني نصرنا نقول he was usually late كان عادة يتأخر إذن عادة متكررة في زمن الماضي البسيط أيضا تستخدم بعد was where بعد was و where إذن عندما يكون عندنا بالجملة verbs to be فعل كون فعل كما نعلم am is are أو was where am is و are يكون was where كان تأتي هذا الظروف بعد فعل الكون لكن إذا كان لدينا فعل آخر ما عادة am is are was where مثلا eat drink listen وهكذا بهذا الحال يأتي الظرف قبل الفعل نلاحظ he often cooks fish يعني هو غالبا يطبخ السمك إذا نلاحظ الفعل cook جاء الظرف قبل الفعل لكن إذا كان عندنا am is are أو was where يأتي بعد الفعل إذا كان لدينا كلمات مثل every week كما قلنا every week every day every month every year وهكذا أو نستطيع نقول every every day نستطيع نقول daily يعني يوميا every week weekly فقط نضيف y مثلا every year كل سنة تصبح yearly بس نضيف y نقول every month نكتب monthly أيضا شهريا شهريا أو نقول every تأتي هذه الكلمات التي تحوي على every إما أن تكون في بداية الجملة ويأتي بعدها كما فاصلة أو تأتي في نهاية الجملة بدون فاصلة مثلا نقول every week يعني كل أسبوع هو يطبخ السمك every week he cooks fish إذن تأتي في بداية الجملة إذن هذا من المجموعة الثانية وليست من المجموعة الأولى إذن تأتي في بداية الجملة أو تأتي وين في نهاية الجملة مثلا نقول he cooks fish every week يعني هو يطبخ السمك كل أسبوع اللحظ وضعنا every week في نهاية الجملة ولكن لم يسبقها فاصلة إذا كان في بداية الجملة نضع بعدها كما فاصلة إذا كان في نهاية الجملة يعني كلمة every لا نسبقها بفاصلة إذا كان لدينا سؤال مثل عندنا الجملة الأولى he is usually late هو عادة متأخر نريد نحول إلى سؤال فقط نضع is في بداية الجملة تصبح is he usually late لاحظ بعد مباشرة بعد الفاعل لأنه عندنا subject الفاعل استخدمنا الضمير بعدها مباشرة لأنه قدمنا is بقت usually في مكانها أو مكانها إذن is he usually late هذه الطريقة فقط قدمنا is في بداية الجملة ونترجم is في هذه الحالة بمعنى هل إذا كان لدينا سؤال لاحظ إذا كان فعل عادي يعني ليس am is are was where نحتاج إلى do و does هنا استخدمنا he عندئذ نحتاج إلى does أيضا نترجم does ب هل تصبح does he often cook fish يعني هل غالبا يطبخ السمك لاحظ أيضا often الضمير هذا جاء قبل الفعل cook does he often cook fish هل يطبخ عادة السمك لدينا هنا سؤال نضع question mark علامة استفهم دائما بالسؤال ننهي الجملة ب question mark لاحظ هنا حذفنا الاس لماذا بعد does تحذف الاس يعني لا نقول does he often cook بهذا الشكل خطأ إذا تحذف الاس إذا لاحظ ظرف التكرار هذا لماذا تسمي تكرار لأنه يعاد أو يكرر من حين إلى آخر أو حسب الفترة جاء قبل الفعل دائما بحالة السؤال أو بالجملة تكون الجملة المثبتة نسميها affirmative sentence أيضا ننتبه لا نستطيع نستخدم not whenever في نفس الوقت يعني نسميه double negative يعني نفي مضاعف هذا خطأ يلا نقول he is not never late إذن هذا خطأ فقط نقول he is never late واستخدم never بعد is إذا تصبح he is never late بدون استخدام not يعني never وnot لا تأتي في نفس الجملة وإيضا بنفس الوقت لاحظ is جاء بعدها الظرف never بعدها وليس قبلها يلا نقول he never is late بهذا الشكل إذن أيضا هذا خطأ كما قلنا يأتي الظرف بعد فعل الكون بعد am is are was where إذا كان فعل عادي يعني ليس am is are was where تأتي هذه الظروف قبل الفعل نعيد نعيد بشكل سريع لاحظ ظروف التكرار هذه تأتي بعد فعل الكون لاحظ he is he is usually late بعد فعل الكون وتأتي قبل الفعل العادي يعني قبل الفعل الذي لا يكون في الجملة am is are was where هذا نسميه فعل عادي إذن يأتي قبله إذا كان لدينا every كما قلنا every week every day وهكذا تأتي في بداية الجملة أو تأتي في نهاية الجملة إذا كان في بداية الجملة نتبعها أو نتبعها بفاصلة يعني نضع بعدها فاصلة إذا كان لدينا سؤال لاحظ فقط قدمنا is في بداية الجملة و مكان الظرف بعد الفعل مباشرة يلا نقول is he late إذن هذا خطأ أيضا نلاحظ بهذه الجملة إذا كان فعل عادي يعني لا م ولا is or was where يعني لا يوجد am is or was where بهذه الحالة نحتاج إلى do does مع he نستخدم does يبقى الظرف قبل الفعل وأيضا ما ننسى ما نستخدم not مع never فقط نستخدم he is never late أو نقول he is not late يعني not و never لا تأتي في نفس الجملة أيضا لدينا التركيب هذا from time to time من الحين للآخر نستخدم نقول from time to time he cooks fish أو نقول he cooks fish from time to time إذن يطبخ السمك من الحين إلى الآخر إذن مهم جدا حفظ هذه الظروف ومعرفة كتابتها وكيف أستخدمها لاحظ هذه النسبة بال percent بالمئة hundred always إذن فرصة تكون دائما hundred نستطيع أن نقول from 80 to 90 من 80 إلى 90 بالمئة يجولي عادة أو يجلي لأن نقول يسولي الاس والي نفضها جا أيضا often نستطيع أن نقول often أو often 70% لدينا sometimes 50% إذن 50% hardly ever إذن 10% 10% أو rarely أيضا 10% يعني بشكل نادر أو نقول نادرا يعني نادرا يفعلون هذا الشيء never لا أبدا أيضا نحفظ كلمة twice twice مرتين once مثل نقول once a week يعني مرة أسبوعيا مثلا he plays football إذن مرة أسبوعيا يلعب كرة القدم أيضا نحفظها التركيب from time to time من الحين للآخر في عدنا كلمات مثل كلمة seldom نادرا كلمة okay generally وهكذا أيضا من الكلمات لكن هذه أشهر الكلمات التي تأتي في زمن المضارع البسيط والماضي البسيط نسميها adverbs of frequency إذن كما قلنا لتكون فائدة أكبر من هذا الفيديو نحاول نحفظ هذه الكلمات بصم ونتدرب عن لفظها وكتابتها وأيضا هذه الجمل نعرف كيف استخدم هذه الظروف في الجملة بشكل صحيح عندما أكتب جملة أو أقول جملة أو أكتب مثلا موضوع معين أو مقطع قصير أو نص وهكذا أستطيع أن أستخدم هذه الظروف بشكل صحيح بهذا الشكل النهايين ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن adverbs of frequency وما هي هذا الظروف وكيف نستخدمها في الجملة الإنجليزية بشكل صحيح وبأي زمن نستخدمها بزمان المضارع البسيط أو بزمان الماضي البسيط بهذا الشكل النهايين ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن ظروف التكرار ومنقعة في الجملة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته